أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو المليون و ثلاثمائة ألف تأشيرة خلال العام 2019 مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت مئة وستة عشر في المئة مقارنة بألفين وثمانية عشر البالغ عددها نحو الستمائة ألف تأشيرة في حين بلغ عدد تأشيرات العمل المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة خلال الفين وتسعة عشر نحو الخمسمائة ألف تأشيرة استحوذت على ثمانية وثلاثين و أربعة عشر في المئة من إجمالي عدد التأشيرات المصدرة و نعود إلى ضيفنا من أبهى الأستاذ علي الشهران أستاذ علي أهلا بك من جديد في البداية حدثنا عن آلية استخدام العمالة المنزلية بالطريقة الجديدة و أثرها أيضا في تصحيح نشاط الاستخدام في المملكة حقيقة أن يجب مراعاة ومراجعة الآلية حاليا الموجودة لأنها كان الهدف منها تخفيض تكلفة الاستخدام بينما مساند وما أدخل من خدمات جديدة وضعت زيادة في تكلفة الاستخدام فنجد أن العميل لازم يقدم عن طريق مساند يدفع المبلغ كاملا يتم خصم عليه تقريبا 2 باونت أربعة لصالح مساند من قيمة المبلغ المحول كل هذه تكلفة ساعدت على زيادة تكلفة الاستخدام العمالة المنزلية جميل جدا طيب أستاذ علي يعني استخدام العمالة المنزلية في خلال العام يعني أو بشكل عام كيف ترى تكلفة الاستخدام بين العملاء والمكاتب هل من الممكن خفض هذه التكلفة خصوصا يعني استخدام العمالة الاندونيسية سيتم بشكل نهائي قريبا وكذلك الجنسية الفلبينية لا نريد تسمية جنسيات بعينها ولكن يعني الإجراءات متقلبة من جنسية إلى أخرى من مكتب إلى شركة إلى لماذا لا توحد كل هذه الإجراءات هذا اللي نتمنى نجد مثلا عندي في مساند عندما يعني مساند من بعض الدول لا تلتزم بالعقد مساند لازم يكون هناك عقد ورقي مختص صادر من سفرتها مثل الفلبين هذه أيضا تدخل على تكلفة العمالة أيضا العمالة الاندونيسية احتكرت على الشركات فقط دون المكاتب لا أعلم لماذا الشركات ما هو السبب هذه أيضا تطرح الهدم منها تخفيض أيش الاستفام حقك الأستاذ علي عفوا بس عشان نوضحه لا أفهم لماذا الشركات اختصرت على استقدام الاستقدام العمالة الاندونيسية والعاملات المنزلية الاندونيسية لماذا المكاتب لماذا توجه الوزارة الآن بعد أن صنفت فئات مكتب الاستقدام من ألف باجيم تريد أن تختصرها إلى فئة واحدة أو تلغي فئتين أو تلغي فئة أخرى من التأجير أستاذ علي يعني أنا لا أريد أن أدافع عن أحد ولكن يعني خليني أنا أمثل الجهة الأخرى الشركات منظمة يعني لديها تأمين لا يوجد هروب يعني عمالة كذلك يعني لو فتحنا التأشيرات مثل ما كانت في السابق يعني كل سنة وزارة الداخلية في نهاية كل عام تقوم بحملة أمنية للقضاء على المتخلفين لأنظمة الإقامة والعمل وهكذا يعني وفي المقابل أيضا نتوسع في التأشيرات ما هو ردك على هذا الطالح حلها سهل جدا رديك التالي رديك التالي أولا الشركات تقول منظمة المكاتب أيضا منظمة لديها ضمان بنكي لديه متابعة الآن مساند كلف المكاتب جميعها بالإيواء باستلام الخادمة بوضع شعار المكتب على الخادمة في حالة نتاقلت المطار يغرم بخمسة ألاف تقريبا لمساند يعني سار المكتب ملزم باستلام العاملة وتسليمها لكفيلة متابعتها مدة العقد في حال أنها تخلفت عن الترحيل أو هربت تعادل المكتب وترحل بينما زي ما ذكرت المزارة الداخلية لكن نجد بعض العاملات تهرب تلجأ لسفرتها فجأة تفاجأ إن سفرتها أعطتها خطابة أو سهلت سفرها مغادرتها أهدرت حقوق الجميع اللي هو صاحب العمل وصاحب المكتب وزادت هنا التكلفة وأيضا مطالب منه بمتابعة العاملة المنزلية وإنها مشاكلها أي شكوى تقدم من العميل ضد أي مكتب حتى وإن كانت كيدية أو من العاملة المنزلية لسفرتها يوقف يوزر المكتب طيب طيب أستاذ علي أستاذ علي أعام واحد بدون قرار بدون محكمة لا يتم الرجوع لا يتم الرجوع لا يتم الرجوع لا للعقد أو لإصدار قضاء مثلا حكم صدر ضد المكتب جميل إذن لا أجد هناك فروقات بين الشركات ومكاتب استخدام الحقوق كلها مكفولة وقد حفظها النظام طيب أستاذ علي بس تسمح لي بس عشان نصوب أستاذ علي بس عشان نصوب الحلقة أو مسارها ويكون يعني هو ليس خلافا ولكن بقدر ما هو طرح وجهات نظر كلام جميل أن المكاتب الآن ملزمة وتدفع وتأوي وعليها غرامات ولكن أستاذ علي لدينا تجارب سمعناها ورأيناها في الإعلام من مكاتب الاستقدام يندى لها الجبيل الكثير من المواطنين خسروا أموالهم في يعني بعد ثلاثة أشهر فترة الضمان يعني أنت بعد ثلاثة أشهر كمكتب ما رح تعطي لي فترة الضمان لا بينما الشركة لو هربت بعد سنة اليوم الثاني يجيبون لك البديلة يعني اللي أقوله أن الشركات تقدم أو تضمن للمواطن حتى ولو أخذت تكلفة أعلى تضمن للمواطن أن العامل المنزلية المستقدمة لديه يعني ثابتة ولن تتهرب وحتى لو تهربت هو يضمن حقه جميل هنا صار العقد بالنسبة للشركة عقد تأجير وليس استقدام الشركة أجرت العامل وصارت تضمنها بالعقود هذه إن هربت أنا أعطيك محلة بديلة لكن لو استقدمت الشركة لا تستقدم لك بإسمك تأجر عليك عمالة وإذا رغبت تنقل لك العامل المنزلية بمبلغ وقدره مبلغ ضخم تختلف من جنسية لجنسية لكن أنا أستقدم لك أنا كصاحب أعطيك أنا عقدي عقد الشروط التي شرعتها وزارة العمل تسعين يوم الآن بعد هروبها فرضنا هروبت وتملقى القبض عليها رجعت إلى وزارة العمل ووزارة العمل أنزمتني بترحيلها أنا كصاحب مكتب من يضمن حقي نعم إن العميل يعني لم ترجع لها مبلغ بل إن انتهت فترة الضمان حق المكتب لكن أنا هنا ألزمت إذن مساند حفظ حقوق الدول التي تم الاتفاق معها مع أنها لم تلتزم بمساند والعقود التي فيها غير كده أن التكلفة بالنسبة لشركات في الاستقدام أقل نتيجة للتفاوض لأنها تفاوض مجموعة بينما أنا أفاوض أنا شخص أيروح للبلد التي أنا تعقت معها أجد مزايدة في الأسعار وتنافس في الأسعار نتيجة العدد الترخيص الصادر هنا ونتيجة لمحاولة رفع السعر في البلد اللي تم الاتفاق منها وأبسط مثال بنغلاديش شعرت بمبلغ لم تلتزم بنغلاديش بسعر تكريفة العمل المنزلية تقريبا 7000 ألغي الآن هذا الشرط في المساند صار السعر محرر ما السبب؟ أفشل المساند أفشل عدم الالتزام أفشل المكاتب اللي هناك لأنني ملزم أنني أستخدم خلال فترة حصول على التصريح عدد معين من العمالة بحيث أن أتفل تشغيل الترخيص طيب أستاذ علي خلينا نأخذ خطوة نحو الحل لماذا لا تندمج هذه المكاتب في عمليات الاستقدام وأخذ الكميات حتى لو باس مكتب واحد لماذا لا تتحول هذه المكاتب إلى أكثر تنظيم وتحاول أن تنافس حتى هي حتى الشركات سواء بالتكلفة أو حتى بالمدة أو غيرها لأن المواطن الآن وهذا يصبحت سمح لي أنا لست ضد المكاتب ولكن أنا أنقل أو أميل لجهة ما يقوله المواطنون الفترات بعد ثلاث أشهر تهروا بالعاملة المال ذهب مال المستقدم ولا يمكن تعويضوا وبعض المكاتب أكتشف أنها متواطئة مع العاملات ويمكن هذا يأثر بشكل عام على استغلال الثغرات بشكل عام في المكاتب مضبوط لذلك لا نستطيع أن نعمل من أقول الجميع لا نعترف أن هناك في بعض الأخطاء في بعض السلبيات ولكن مع نظام وزارة العمل في نقطة وزارة العمل صنفت المكاتب أصدرت تصريح ألف وباء وجيم استقدام استقدام ويواء استقدام ويواء وتأجير ونقل كفالة هذه أثرت على الشركات الشركات أصبحت الآن تتضرر من هذه الترخيص فتظلمت بحسب علمي للشركات الآن في دراسة لدى الوزارة بأنها ترغي ألف وباء حتى أو باء وجيم وألف تسحب منها لتأجير العمالة لأنها خلقت روح منافسة وضمان حق للجميع فهنا تضررت السوق وهنا تضررت الشركات لأنها صارت المكاتب تستطيع أن تستقدم لإسمها تؤجر بالساعة باليوم أو تنقل كفالة هنا خلق سوق منافسة أضعفت إرادات اللي داخل للشركات اللي كانت متحكمة ولازالت متحكمة وتحتكر السوق إلى اليوم طيب استدعلي إذا أنت تقول أن الشركات لو ذهبت يعني الوزارة أو قرارات لو ذهبت لصالح المكاتب الشركات تضررت وهي شركات أيضا وطنية ولو ذهبت لجهة يعني ما هو الحل برأيك يعني ليش المكاتب ليش مروح خطوة نحو الحل ليش ما يكون هناك اندماجات لين المكاتب في المناطق يعني أنتم في أبها كم مكتب استقدام أو أكبر مكاتب استقدام في أبها والله مكاتب الاستقدام كثيرة جدا والله لا يحضرني رقم لكن يعني في الأول الأخيرة عهدت كثير جدا طيب هذه يعني ما في خطة يعني إذا كان رأس المال عالي أو كانت التكاليف عالية لماذا لا تندمج هذه المكاتب الآن ممكن تندمج مجموعة مكاتب في طريقة إنشاء شركة تتكاوم من أربعة كل أربعة مكاتب ممكن يندمجون وممكن الوزارة تحل هذا الأمر كله بحيث أنها تعرض على أصحاب المكاتب أن أراد أن يتحول إلى شركة يحق لها الاستقدام والإيواء تقوم بتسهيلات أيضا تسهيل لهم عبر مخاطبة البنوك في تعديل رأس المال في الأشياء هذه كلها أو في تحديد إنشاء تسهيلة لها خبرة تسابقة في السوق إذن أنا أمنحك ترخيص أنك تتحول إلى شركة بنفس الشروط على زيادة رأس المال على مراحل متعددة طيب أستاذ علي دعنا نكون واضحي أستاذ علي أنت دبلوماسي وتحوم حول الحمى دعنا نتكلم بشكل واضح أنت الآن تعتقد أن هناك يعني خلينا نقول مؤامرة أو في شيء لإبعاد المكاتب هذه من السوق فيه تنظيم جاي جديد تشعرون بذلك؟ ليس شعور هو شبه مؤكد أن هناك فكرة تدرس والفكرة في حد ذاتها كويس حسب ما سمعنا إذا كانت تصدر شركات والتحول إلى فئات بيكون عند تكون عندنا بدى المكتب تكون عندنا شركة وتسهل حتى في عملية الضمان يعني بتكون بمبلو بحدود المليون ومليون وخمسمية أو في أقل أو تزيد أو تنقص على حسب دراسة الوزارة وعلى حسب ما تراه فهذه فكرة جيدة جدا سوف تحل كثير بالمشاكل من يرفض هذه الفكرة أستاذ علي في دقيقة لو سمحت لا حد يرفض هذه الفكرة هذه الفكرة نتمنىها صادر نسمع أنها تدرس في وزارة العمل ونتمنى أنها تظهر للعلم ونشاهدها الشيء الثاني عندما تهدف وزارة العمل إذا تخفيض تكلفة الاستقدام عليها مناقشة أصحاب الشان حفظ حقوق صاحب المكتب زي ما حفظت حقوق صاحب الشركة طيب أستاذ علي بإذن الله تحل وبإذن الله أنه صوتكم مسموع من هذا المنبر لوزارة العمل والمكاتب أيضا تظل يعني مكاتب فيها الجيد والذي يقدم خدمة جيدة أيضا ولكن أستاذ علي الموضوع تراكمي وتاريخي عانينا كثير وعانى المواطنين كثير من المكاتب قصص كثيرة ومراثون كبير عشنا مع المكاتب هذه من من أيام البداح إلى الآن وجربناها لنزالت نفس المشكلة نعم صحي فبالتالي بإذن الله نتتعدل الأمور أو تتحولون إلى شركات أو تسمع صوتكم أيضا وزارة العمل شكرا جزيلا الأستاذ علي الشهراني عضو لجناة الاستقدام بغرفة أبها